موسيقى بشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله سنتابع أخبار الحالة الجوية المدارية المسمى لبان والموجودة حاليا في بحر العرب التي تبعد حاليا حوالي 490 كم كانت تبعد ظهر يوم الخميس حوالي 470 كم عن الصلالة هذه الحالة المدارية تطورت بعد ظهر هذا اليوم وأصبحت إعصار من الدرجة الأولى ومعنى إعصار من الدرجة الأولى أي قيم الضغط الجوي بحدود 980 هكتوباسكال وسرعة الرياح ما بين 64 إلى 74 عقدي أي ما بين 115 إلى حوالي 185 كم بالساعة حركة هذه الحالة المدارية ستكون باتجاه الشمال والشمال الغربي وبالتالي تقترب تدريجيا من الأراضي العمانية واليمنية وهذا واضح أيضا من الخارطة التي سأعرضها حاليا التي تمثل مصار هذا الإعصار فبنلاحظ أنه الآن هذا العاصف المدارية تطورت إلى إعصار من الدرجة الأولى اليوم الخميس وستبقى إعصار من الدرجة الأولى حتى يوم الجمعة بعد يوم الجمعة تضعف تدريجيا أي قيم الضغط الجوي تزداد تخف سرعة الرياح وتتحول إلى عاصف مدارية يوم السبت مع اقترابها من المياه الأبرد نسبيا وتقريبا مع اقترابها من الأراضي العمانية واليمنية وبالتالي مساء السبت ويوم الأحد ستؤثر على المناطق الجنوبية الغربية من عمان أي محافظة ظفار وأيضا المناطق الشرقية من اليمن أي منطقة مهرة وبالتالي تقترب يوم إذن تأثيرا سيكون يوم السبت والأحد كعاصفة مدارية بتكون ينتج عن هذه العاصفة المدارية أمطار غزيرة شدة الرياح قد تصل إلى حوالي 100 كيلو متر في الساعة طبعا الرياح الشديدة تعمل على ارتفاع الأمواج قد تصل الأمواج على السواحل العمانية واليمنية ما بين تقريبا 6 إلى 8 متر مع اقتراب عين هذه العاصفة أو مركز هذه العاصفة المدارية أيضا ينتج عن هذه العاصفة المدارية زي ما حكينا رياح شديدة أيضا أمطار غزيرة ينتج عنها فيضنات وسيول وانجراف أيضا للطربة في بعض الأماكن يوم الأحد أيضا تؤثر على المناطق الشرقية من اليمن وجنوب غرب عمان وبالتالي يستمر تأثير هذه الحالة من حيث سقوط الأمطار والرياح الشديدة أيضا بناء عليه لأنه هذه الحالة لكن بعد يوم الأحد بعد يوم الأحد أيضا تضع في الحالة تدريجيا وتصبح منخفض مداري لكن يبقى يؤثر على المناطق الجنوبية الغربية من عمان والمناطق الشرقية من اليمن كمنخفض جوي مداري أي تقل سرعة الرياح أيضا كمان مرة أخرى يوم الأحد وترتفع قيم الضغط الجوي هناك بعض التنبيهات والتحذيرات لهذه الحالة الجوية أول شيء نحذر من حدوث الصيول والفيضنات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تصاحب هذه الحالة المدارية والعاصفة المدارية نحتمل أن تكون توصل كميات الأمطار ما بين 150 إلى تقريبا 250 مليمتر في بعض الأماكن أيضا خطر الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وكل الأمواج قد تصل ما بين 6 إلى 8 متر أيضا خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الهطول والأمطار وهذه في المناطق الساحلية لكن في المناطق الداخلية نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة وهناك فريق طقس العرب في منطقة صلالة يتابع الموضوع فأرجو متابعتنا ونتمنى لكم السلامة وانتقص العرب نحييكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر